اشتركوا في القناة تكون أشد فتكاً من السبب الذي أُقِذ به هذا العلاج لمعالجته يعني هذه نظرة صحة العالمية تقول أن هناك 10% من الأدوية المتذاولة في العالم مزيفة 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 يعني يعني ممكن يحطون لك مسحوق شيء والدواء شيء ثاني ينفق يعني في دولة عربية ينفق مليار جنيه سنوياً على أدوية مزيفة يتناول مريض من كل عشرة مرضى دواءً يعرضه للموت يموت بسببه حجم تجارة الأدوية المغشوشة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرابة 30% من حجم المبيعات العالمية تمرير بضائع فاسدة مثلاً جانب آخر من دون مواصفات أو تخالف المواصفات تخالف الشروط وهذه تؤدي لأضرار كثيرة ولذلك رشوة موظفي الجمارك لإدخال هذه الأشياء الأشياء الفاسدة والأشياء المغشوشة الأشياء المنتهية الصلاحية رشوة موظفي الجمارك لإدخال بضائع أو سلع أو آلات دون مستوى السلامة المطلوب أو دون المواصفات المطلوبة طبعاً هذه كمن كبن كبار والضرر فيها متعدي الحدثة شيخ محمد يعني مثل هذه الأمور هذه شف عفواً يعني مصلحة الجمارك السعودية أعلنت أن مضبوطاتها المغشوشة والمقلدة ارتفعت في لسبة 623% تجاوزت محاضر الضبط 1300 محضر بلغ عدد المضبوطات 6 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة يعني هذه ما فيه وين الأمانة يا أيها الذين أمتخوا الله لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة نعم مستوى وهذا يعني في دلالة حقيقة يعني قصوصاً بما يتعلق بمسألة الأمانة التي أشرت إليها الله عز وجل أمر بحفظها وكما ذكر في كتابه أن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا يحملناها والجبال فأبينا يحملناها وحملها الإنسان والإنسان ظلوم جهول ولذلك تجد أن تقاضى هذه رشوة على توقيع المستخلص النهائي في المقاولة وما أكتمل أليس هذا متضي على الأمانة شخص هذا كلام وقع على الاستلام وما أكتمل العمل غير مطابق المواصفات بس وقع أنه خلصنا عشان نأخذ المستخلص تبعنا ونعطيك المقسوم الله المستعان لعل أيضاً شيخ محمد يعني مما يحرص الإنسان خصوصاً يعني الإنسان المسلم دائماً يحرص على البركة في رزقه البركة في عمله البركة في ماله كيف يمكن أن تسهم مثل هذه الاستمالة في محق هذه البركة لأن المال الحرام ما فيه بركة وهذا لما يروح مثلاً واحد الآن فيه مثلاً قطاع تراخيص المباني يقوم يتطلع رخصة بالرشوة لواحد وما عنده مواصفات وبعدين تسقط العمارة على من فيها ليش يكون؟ أي بركة يرجى فيه يعني أموال مثل هذا وكذلك إذا صار الواحد يجمع يأخذ من الناس الحرام هذا أو الرشاوة يعني يأخذها إكراها أيضاً الدنيا خضرة حلوة من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه من أخذه بإشرافه نفس وهلع لم يبارك له فيه والمكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه ويكون كالذي يأكل ولا يشبع يأكل ولا يشبع والبيت الذي يكون فيه خيانة لا يكون فيه بركة والمحق للبركة ممكن يكون بنفاذ المال سريعاً يصرفه على صحته صحة أولاده على مصائب تنزل به يفقره الله حتى لا يعود عنده شيء المصيبة شيخ محمد أنها قد تصل أحياناً إلى القتل يعني تصير استمالي للحرام إلى القتل يعني ماذا بعد القتل تخلصني من فلان وتخلص من فلان وإحياناً تدخل المرأة على الخط فيه في القضية مرأة بالحرام ليقتل زوجه وليقتل ويتخلص وطبعاً تدفع ملايين أحياناً في مثل هذا من قبل الذين يستأجرون القتله اللهم استعان ولما أيضاً يدره مثل ذلك من أرباح وغير ذلك هل يمكن شيخ محمد هل يمكن أن نقول أن هناك مثلاً هناك استمالة إيجابية هل هذه الاستمالة يعني كما تحدثنا دائماً الاستمالة تكون إلى الحرام وإلى الأمور السلبية هل يكون هناك استمالة إلى الأمور الإيجابية طبعاً يعني مثلاً عندنا الآن مؤلف قلوبهم في الزكاة يدفع زكاة لهم ليش يستميل رئيس القبيلة إلى الإسلام أو يدفع شرة تسلم القبيلة كل من ورائه كذلك قضية استمالات النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبئ هدايا ويرسل بهدايا للكبراء والعظماء كذلك من استمالة الرسائل المثالة التي فيها حفظ مكانتهم ومخاطبتهم ولين في مخاطبتهم من محمد الرسول إلى كسرى عظيم الروم عظيم هو عظيم عندهم ما في كلام ما في شيء خطأ ولا تنازل كذلك مثلاً استمالة المدعوين قد يكون بدعوتهم إلى وليد إلى مأدبة فيستميلهم أم طلحة استمالت أو أم سليم استمالت أبا طلحة بإيش قالت إن تسلم فذاك مهري كان أبا طلحة لما تقدم لخطبتها ما كان مسلماً قالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد رجل أخلاق ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره فاستمالته بإيش وضع خرص مهرها الإسلام ونعمل استماله عكس اللي إيش طبعا يعني نصرانية تستميل مسلماً ليكفر بالله لتتزوجه كما حدث في عدد من البلدان والمواضع حتى قالوا إن كان حاصل المسلمون حصناً من حصول الروم وأثناء حصارهم أطلت امرأة من نساء الروم فرآه رجل المسلمي فعجبته وتعلق قلبه بها فقال كيف السبيل إلى وراء صار بينهم مراسلات فقالت أنت تنصر وتصعد إلي فتنصر وفتحت له فتحة خفية وتتسلل ودخل ما راع المسلمين إلا أخاهم المسلم اللي كان مسلماً يطل عليهم ولذلك شيخ محمد يعني يجدر بنا أن نتذكر دائماً وأن نحرص دائماً على أن ندعو الله عز وجل بأن يثبتنا على هذا الدين وأن يقينا شر هذه الفتن وخصوصاً يعني في زمن أن هذا ما أن يعني تنطفئ فتنة حتى تخرج فتن أقرى تغوي الناس إلى طريق الشر قائماً استمالاً الآن يومياً يومياً يتعرض الشباب والفتاة لإستمالات في الإيميل بالجوال والقنوات يعني شيء يأتيك سهلاً ميسوراً الله سهلاً فإذا ما في واعظ الله في قلب كل مسلم ليقف ويصمد ينزل أنا أشكر لكم شيخ محمد ما قدمته ونسأل الله جل أن يجزل لكم به الأجر والمثوبة أحبة الكرام في ختام هذا اللقاء لا يسعونا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيرة شيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع اسلام وشكر لكم أنتم لطيب متابعتكم لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة زاد المنا يضيء الليالي ويمح الدجا يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات أفكار عملية السلف والتربية حلول تربوية التربية النبوية زاد المربي بإشراف الشيء محمد صالح المنجد بالعلم وبالفهم الراشد بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد للأنفس نطرق أبوابا فنداوي بالخلق خرابا ونعالج أمراض الأسر ونرى المجتمعات صوابا نظهر حقا نوضح حكما نشعل ضوءا نزرع هما نبذل ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما 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 زدنا يا مولانا علما